أعزائي التلاميذ صباح للخير بعد انتهاء من موضوع التغذية اليوم موعدنا جديد مع موضوع الضو إذن ماذا نقصر بالضو وفي أي وسط ينتشر الضو وما هي بعض خصائص الضو وما هي سرعة الضو للإجابة على بعض الأسئلة تابع معي إذن الضو عبارة عن جسيمات نراها بالعين المجردة كما أن الضو عبارة عن موجات التي تتمثل في زيادة الشدة أو انخفاضها أو اختفائها غالبا تستعمل كلمة الضو عن إشعاع الذي تدرك العين البشرية ومن خصائص الضو الإنعكاس والإنكسار والإنتشار كما أن الضو ينتشر في وسط شفاف ومتجانس تقدر سرعة الضو حوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية بالنسبة لوضعي انطلاق أولا يجب قراءة الوضعية قراءة متكررة ومتمعنا في الصور لاحظ الصورتين جيدا ثم أجيب طبعا الصورة رقم واحد فيها قوس قزح يظهر في الفضاء أو في الطبيعة بينما الصورة رقم اثنان هو عبارة عن ألوان قوس قزح التي تجدج موشور جوجاجي إذن صورة واحد ماذا يظهر بالصورتين واحد واثنان كيف يمكن الحصول على مجموعة من الأضواء الملونة أذكر الألوان التي تظهر على قوس قزح طبعا بالترتيب بماذا نسمي مجموعة هذه الألوان طبعا يجب إعادة قراءة الوضعية وتنزج الأجوبة على الدفتار مكتسبتي يتكون الضوء الأبيض أساسا من سبعة أضواء ملونة ومرتبة أولا الأحمر طبعا الأحمر ثانيا الضوء البرتقالي الضوء الأصفر الضوء الأخطر الضوء الأزرع الضوء النيلي الضوء البنفسجي يعني كل الضوء له لون خاص يميزه بالنسبة للناسة الرقم واحد سمي مختلف هذه الأضواء الملونة التي يحملها قرص نيوتون طبعا قرص نيوتون يحمل سبعة ألوان أو سبعة أضواء ملونة تبتدئ بالأحمر وتنتهي بالبنفسجي طبعا هذه الأضواء الملونة تسمى كذلك بألوان الطيف اثنان تمكن هذه التقنية من حصول على أضواء الملونة ماذا يظهر بالشاشة؟ طبعا مجموعات الملونة الثاني ما مصدر هذه الأضواء الملونة من جهة؟ مصدر هذه الأضواء الملونة ثالثا ما دور المرأة في هذه الحالة؟ مرأة كذلك في هذه الحالة؟ الإجابة طبعا دائما على الدخول نشاط ثلاثة من خلال هذه الصورة متى نحصل على الضوء الأبيض؟ انطلاقا من مجموعة من الأضواء الملونة توضيح عندي مجموعة من الأضواء الملونة بعد اجتياجها للمشور نحصل على الضوء الأبيض طبعا الضوء الأبيض هو عبارة عن مجموعة من الأضواء الملونة والعكس صحيح أن الضوء الأبيض بعد اجتياج المشور يتشتت ويعطي الأضواء الملونة السبع بالنسبة للنشاط رقم أربعة برأيك متى نحصل على هذه الصورة في الواقع؟ يعني متى يمكن مشاهدة قوس خزح؟ السؤال الثاني ما مصدر هذه الأضواء الملونة؟ العين تعتبر مستقبل فقط إذا ما مصدر هذه الألوان التي تحمل قوس خزح؟ يجب إنجاز الأنشطة المتوازدة بالكراسة الصبحة خمسة وتمانين ستة وتمانين وتسعة وتمانين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وموعدنا غدا مع التسعي على الساعة الثانية عشر زوالا ترجمة نانسي قنقر